تماشيا مع التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية الفريق محمد إدريس ديبي إتنو من أجل إعطاء دفعة قوية لتوظيف الشباب عبر وزارة الشباب والرياضة وتعزيز رياضة الأعمال لتوفير خمسون ألف فرصة عمل لائقا للشباب فقد استفاد من هذه البادرة خمسة وعشرون شابا وشابا من ولاية حجر لميس بشيكات مالية مختلفة لدعم مبادرات الشباب وتعزيز روح الرياضة الأعمال لديهم منذوبة وزارة الشباب والرياضة بولاية حجر لميس لاري واي منغار شكرت الحكومة على ما تقوم به من مجهودات للشباب ودعم تمويل المشاريع الصغيرة بغية الاستفادة منها أما الأمين العام النائب الوزارة الشباب والرياضة وتعزيز رياضة الأعمال محمد بخيد مرسال قال إن الشباب هم مستقبل الوطن المحرك الرئيسي لعجلته حيث أصبح دعم مشاريعهم إحدى أهم الركائز الأساسية وسيكون له تأثيرا كبيرا على مستقبل شاد ويفتح أبواب التوظيف أمام العديد من الشباب بحلول عام 2030 من جانبه مدير مكتب الحاكم بولاية حجر لميس آدم أحمد عيسى ممترا للحاكم أشار في كلمته بأن هذا المشروع الطموح يهدف إلى إيجاد الحلول المناسبة لمشاكل بطالة الشباب في بلادنا هذا ونشير إلى أن الشباب المستفيدين من هذه البادرة يمثلون المحافظات الأربعة لولاية حجر لميس آدم ترجمة نانسي قنقر